وصلت عناصر من القوات الجوية المشاركة في التدريب المشترك الجوي المصري الإماراتي زايد ثلاثة إلى قاعدة الضفرة الجوية بدولة الإمارات يأتي التدريب بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات وتستمر فعلياته لعدة أيام تتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيل المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وتذلك تنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة يهدف التدريب لسقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولا لأعلى معدلات الكفاءة